بسم الله الرحمن الرحيم درس معكوس المصفوفة من رتبة 3 في 3 تقدمه الدكتورة نادي الضامري من قسم الرياضيات والإحصاء جامعة السلطان قابوس مقدم لمركز التعلم الذاتي معكوس المصفوفة من رتبة 3 في 3 في هذا الدرس سوف نشرح خطوات إيجاد معكوس المصفوفة من رتبة 3 في 3 باستخدام المحددات بداية نتعرف على مصفوفة العوامل المرافقة أو COF A COF factors للمصفوفة A مصفوفة العوامل المرافقة للمصفوفة المربعة A من رتبة N في N هي المصفوفة التي عناصرها A capital IJ بمعنى أن عناصرها في الصف الأول هي A capital 1 1 A capital 1 2 إلى A capital 1 N حيث أن A capital IJ هي العوامل المرافقة للعناصر A small IJ وتعطى بالعلاقة التالية A capital IJ تساوي سالب 1 لأس I زائد J مضروب في M capital IJ حيث M capital IJ هو محدد المصفوفة التي تنتج عن حذف الصف الآي والعمود J وطبعا مجال الآي والجي هو من الواحد إلى N المصفوفة المرتبطة H A تعرف المصفوفة المرتبطة للمصفوفة المربعة A بأنها مدور مصفوفة العوامل المرافقة أي نقوم بتدوير الأعمدة والصفوف في مصفوفة العوامل المرافقة أي أن العمود الأول في مصفوفة العوامل المرافقة يصبح الصف الأول في المصفوفة المرتبطة والعمود الثاني في مصفوفة العوامل المرافقة يصبح العمود الثاني في مصفوفة المرتبطة وهكذا معكوس المصفوفة باستخدام المحددات قاعدة إذا كانت المصفوفة المربعة A محددها لا يساوي الصفر فأن معكوس المصفوفة A يساوي 1 على محدد المصفوفة A مضروب في المصفوفة المرتبطة مثال أوجد معكوس المصفوفة A من رتبة ثلاثة في ثلاثة وعناصرها في العمود الأول 1 2 سالب ثلاثة وعناصرها في العمود الثاني سالب 2 سالب ثلاثة وستة وعناصرها في العمود الثالث سالب 4 سالب 6 وخمستاش أولا نقوم بحساب محدد المصفوفة محدد المصفوفة A يكون 1 مضروب في محدد المصفوفة الناتجة من إلغاء الصف الأول العمود الأول من المصفوفة A ناقص سالب 2 مضروب في محدد المصفوفة الناتجة من إلغاء الصف الأول العمود الثاني زائد سالب أربعة مضروب في محدد المصفوفة الناتجة من إلغاء الصف الأول العمود الثالث أي أنه يصبح واحد ضرب محدد المصفوفة المكونة عناصرها في الصف الأول سالب ثلاثة سالب ستة الصف الثاني ستة خمسطعش ناقص سالب اثنين في محدد المصفوفة المكونة عناصرها في الصف الأول 2 سالب 6 وعناصرها في الصف الثاني سالب 3 و 15 زائد سالب 4 مضروب في محدد المصفوفة التي عناصرها في الصف الأول 2 سالب 3 والصف الثاني سالب 3 و 6 باستخدام قانون محدد مصفوفة المربعة 2 في 2 نجد أن محدد المصفوفة A أصبح يساوي 3 ونرقم النتيجة بواحد ثانيا نحسب عناصر الصف الأول من مصفوفة العوامل المرافقة أي نحسب A I J أو A capital I J ويساوي سالب 1 لأس I زائد J مضروب في M capital I J بما أننا نحسب عناصر الصف الأول من مصفوفة العوامل المرافقة فI تصبح 1 فنحسب A 1 1 ويساوي سالب 1 لأس 1 زائد 1 مضروب في M capital 1 1 M capital 1 1 هو محدد المصفوفة الناتجة من الغاء الصف الأول العمود الأول من المصفوفة A بمعنى 1 مضروب في محدد المصفوفة من رتبة 2 في 2 عناصرها في الصف الأول سالب 3 وسالب 6 وعناصرها في الصف الثاني 6 و15 فيصبح الناتج سالب 3 في 15 ناقص سالب 6 في 6 ويصبح الناتج سالب 9 العنصر A capital 1 2 يساوي سالب 1 لأس 1 زائد 2 مضروب في M capital 1 2 M capital هي محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الأول العمود الثاني وبالتالي A capital 1 2 يساوي سالب 1 ضرب محدد المصفوفة 2 في 2 وعناصرها في الصف الأول 2 سالب 6 والصف الثاني سالب 3 و15 وبالتالي يساوي سالب 1 مضروب في 2 ضرب 15 30 ناقص سالب 3 ضرب سالب 6 18 ويساوي سالب 12 العنصر الثالث A 1 3 ويساوي سالب 1 لأس 1 زائد 3 مضروب في M capital 1 3 ويصبح 1 ضرب محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الأول العمود الثالث من المصفوفة A ويصبح الناتج 2 ضرب 6 12 ناقص سالب 3 ضرب سالب 3 9 ويساوي الناتج 3 نحسب عناصر الصف الثاني من مصفوفة العوامل المرافقة بمعنى I الآن تساوي 2 A 2 1 ويساوي سالب 1 لأس 2 زائد 1 مضروب في M capital 2 1 سالب 1 لأس 2 زائد 1 يساوي سالب 1 وM capital 2 1 هو محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الثاني العمود الأول من المصفوفة A ويصبح الناتج سالب 1 في محدد المصفوفة التي عناصرها في الصف الأول سالب 2 سالب 4 والصف الثاني 6 و 15 وبالتالي سالب مضروب سالب 2 في 15 سالب 30 ناقص 6 ضرب سالب 4 ويصبح سالب 24 ويكون الناتج 6 العنصر A capital 2 2 ويساوي سالب 1 لأس 2 زائد 2 مضروب في M capital 2 2 سالب 1 لأس 2 زائد 2 يساوي 1 وM capital 2 2 هو محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الثاني العمود الثاني من المصفوفة A وبالتالي يصبح 1 ضرب محدد المصفوفة التي عناصرها في الصف الأول 1 وسالب 4 والصف الثاني سالب 3 و 15 ومحدد هذه المصفوفة يساوي 1 ضرب 15 15 ناقص سالب 3 في سالب 4 12 15 ناقص 12 يساوي 3 العنصر A 2 3 ويساوي سالب 1 لأس 2 زائد 3 مضروب في M capital 2 3 سالب 1 لأس 2 زائد 3 يساوي سالب 1 M capital 2 3 هو محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الثاني العمود الثالث من المصفوفة A ويصبح الناتج سالب 1 مضروب في محدد المصفوفة التي عناصرها في الصف الأول 1 وسالب 2 وعناصرها في الصف الثاني سالب 3 و 6 وبيجاد ناتج الضرب يصبح 0 نحسب العناصر في الصف الثالث من مصفوفة العوامل المرافقة بمعنى I تساوي 3 فنحسب A 3 1 يساوي سالب 1 لأس 3 زائد 1 مضروب في M capital 3 1 أو 3 1 ويساوي سالب 1 لأس 3 زائد 1 يساوي 1 M capital 3 1 أو M capital 3 1 هو محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الثالث العمود الأول من المصفوفة A ويصبح 1 مضروب في محدد المصفوفة التي عناصرها في الصف الأول سالب 2 وسالب 4 والصف الثاني سالب 3 وسالب 6 وكما هو موضح في الشريحة يكون المحدد سالب 2 في سالب 6 12 ناقص سالب 3 في سالب 4 12 12 ناقص 12 يساوي 0 A capital 3 2 ويساوي سالب 1 لأس 3 زائد 2 مضروب في M capital 3 2 سالب 1 لأس 3 زائد 2 يساوي سالب 1 وM capital 3 2 هو محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الثالث العمود الثاني يعني محدد المصفوفة التي عناصرها 1 وسالب 4 وفي الصف الأول وفي الصف الثاني 2 وسالب 6 فيصبح النتيجة السالب مضروب في 1 ضرب سالب 6 سالب 6 ناقص 2 ضرب سالب 4 سالب 8 فيصبح سالب ضرب سالب 6 زائد 8 ويساوي سالب 2 العنصر A capital 3 3 ويساوي سالب 1 لأس 3 زائد 3 ويساوي 1 مضروب في M capital 3 3 M capital 3 3 هو محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء الصف الثالث العمود الثالث من مصفوفة A فيصبح محدد المصفوفة التي عناصرها في الصف الأول 1 وسالب 2 وعناصرها في الصف الثاني 2 وسالب 3 فيصبح 1 ضرب سالب 3 سالب 3 ناقص 2 ضرب سالب 2 سالب 4 يعني سالب 3 ناقص ناقص 4 ويساوي 1 إذن من الشرح السابق نجد أن مصفوفة العوامل المرافقة هي عناصرها في الصف الأول يكون A1 1 A1 2 A1 3 وهكذا بمعنى سالب 9 سالب 12 ثلاثة العناصر في الصف الأول العناصر في الصف الثاني 6 3 0 العناصر في الصف الثالث 0 سالب 2 1 نقوم بتدوير مصفوفة العوامل المرافقة لنحصل على المصفوفة المرتبطة بمعنى العمود الأول في مصفوفة العوامل المرافقة وهو سالب 9 6 0 يصبح الصف الأول في المصفوفة المرتبطة وهكذا باقي الصفوف والأعمدة لنحصل أن المصفوفة المرتبطة هي عناصرها في الصف الأول سالب 9 6 0 عناصرها في الصف الثاني سالب 12 3 سالب 2 عناصرها في الصف الثالث 3 0 1 ونرمز للمصفوفة المرتبطة برقم 2 من نتيجة رقم 1 والمعادلة رقم 2 نجد أن معكوس المصفوفة A يساوي 1 على محدد المصفوفة A مضروف في المصفوفة المرتبطة بالمصفوفة A فيصبح 1 على 3 مضروف في المصفوفة المرتبطة التي عناصرها في الصف الأول سالب 9 6 0 عناصرها في الصف الثاني سالب 12 3 سالب 2 عناصرها في الصف الثالث 3 0 1 بضرب ثلث في جميع عناصر المصفوفة المرتبطة تصبح المصفوفة المعكوس تساوي سالب 3 2 0 في الصف الأول سالب 4 1 سالب 2 على 3 في الصف الثاني والعناصر في الصف الثالث 1 0 ثلث حل منظومة المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات ما هي منظومة المعادلات الخطية؟ هي مجموعة من المعادلات تشترك في نفس المتغيرات أو المجاهيل ويكون مجموعة الحل تحقق كل معادلة في المنظومة فكما موضح لدينا هذه المنظومة تتكون من ثلاث معادلات خطية بمعنى المجاهيل من الدرجة الأولى فالمعادلة الأولى A1X زائد B1Y زائد C1Z يساوي D1 جميع المجاهيل في الطرف الأيسر المعادلة الثانية A2X زائد B2Y زائد C2Z يساوي D2 المعادلة الثالثة A3X زائد B3Y زائد C3Z يساوي D3 نقوم بكتابة المنظومة في صورتها المكافأة باستخدام المصفوفات بمعنى المصفوفة A capital هي مصفوفة عوامل متغيرات فيكون العمود الأول هو عوامل متغير X في كل المعادلات فيصبح العمود الأول مكون من A1, A2, A3 العمود الثاني من مصفوفة عوامل متغيرات يكون عوامل المتغير Y فتصبح العناصر B1, B2, B3 العمود الثالث من المصفوفة A يكون عوامل متغير Z فيكون العمود مكون من C1, C2, C3 مضروب في مصفوفة المتغيرات بنفس الترتيب X, Y, Z على اعتبار العمود الأول في المصفوفة A هو عوامل متغير X العمود الثاني في المصفوفة A هو عوامل المتغير Y والعمود الثالث في المصفوفة A هو عوامل متغير Z فيصبح المصفوفة A ضرب المصفوفة X يساوي المصفوفة B والمصفوفة B عناصرها هي الثوابت في الطرف الأيمن من المعادلات بنفس الترتيب وبالتالي نكتب المنظومة المعادلات بشكل معادلة A ضرب X يساوي B بحيث A هي مصفوفة عوامل المتغيرات X هي مصفوفة المتغيرات والمصفوفة B هي مصفوفة الثوابت في الطرف الأيمن من المعادلات حل منظومة المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات الخطوة الأولى نتأكد بأن المصفوفة A وهي مصفوفة عوامل المتغيرات لا تساوي الصفر الخطوة الثانية نقوم بحساب عناصر مصفوفة العوامل المرافقة الخطوة الثالثة نقوم بتدوير مصفوفة العوامل المرافقة لنحصل على مصفوفة مرتبطة الخطوة الرابعة عوض من أولا وثالثا أو من الخطوة الأولى والخطوة الثالثة في العلاقة معكوس المصفوفة A يساوي واحد على محدد المصفوفة A مضروف في المصفوفة المرتبطة بالمصفوفة A مثال حل منظومة المعادلات المكونة من ثلاث معادلات خطية المعادلة الأولى هي X-2Y-4Z يساوي 7 المعادلة الثانية 2X-3Y-6Z يساوي 5 المعادلة الثالثة سالب 3X-6Y-15Z يساوي 0 نقوم بكتابة هذه المنظومة في الصورة المكافئة على شكل ثلاث مصفوفات المصفوفة A كابتل وهي مصفوفة عوامل المتغيرات بحيث يكون العمود الأول هو عوامل المتغير X بمعنى واحد واثنين وسالب ثلاثة هي عوامل المتغير X في جميع المعادلات باستخدام نفس الترتيب العمود الثاني يكون سالب اثنين سالب ثلاثة وستة هو عناصره عوامل المتغير Y في جميع المعادلات العمود الثالث في المصفوفة A يصبح سالب أربعة سالب ستة خمسطاش وهي عوامل المتغير Z في جميع المعادلات بنفس الترتيب السابق ضرب المصفوفة X كابتل وهي XYZ بنفس الترتيب الذي اتخذناه في المصفوفة A ويساوي المصفوفة B كابتل وعناصرها هو الثوابت في الطرف الأيمن من المعادلات بنفس الترتيب فأنه يمكن كتابة المعادلة رقم واحد في الصورة التالية المصفوفة A كابتل ضرب المصفوفة X كابتل يساوي المصفوفة B كابتل ويساوي أن المصفوفة X كابتل تساوي معكوس المصفوفة A مضروب في المصفوفة B نلاحظ ما أن المصفوفة A في المثال هي نفس المصفوفة في المثال السابق وبالتالي نستخدم نفس النتيجة في المثال السابق فمعكوس المصفوفة A يصبح عناصره في الصف الأول سالب ثلاثة ثنين صفر وعناصره في الصف الثاني سالب أربعة واحد وسالب ثنين على ثلاثة وعناصره في الصف الثالث واحد صفر ثلث فباستخدام المعادلة السابقة يكون المصفوفة X والمكونة عناصرها من X, Y و Z تساوي معكوس المصفوفة A مضروف في B بضرب عناصر الصف الأول من المعكوس مضروف في عناصر المصفوفة B فيصبح الناتق سالب 3 ضرب 7 زائد 2 ضرب 5 زائد 0 ضرب 0 ويساوي سالب A الصف الثاني من معكوس المصفوفة A مضروف في المصفوفة B فيصبح سالب 4 ضرب 7 زائد 1 ضرب 5 زائد 0 ضرب سالب 2 على 3 والنتيجة تصبح سالب 23 ونقوم بضرب الصف الثالث من مصفوفة المعكوس بالمصفوفة B فيصبح 1 ضرب 7 زائد 0 ضرب 5 زائد 0 ويكون الناتج 7 إذن X تساوي سالب 11 Y تساوي السالب 23 و Z تساوي 7 قاعدة كريمر تستخدم قاعدة كريمر لحل منظومة من المعادلات الخطية فإذا كانت لدينا المنظومة مكونة من مثلا ثلاث معادلات بالشكل التالي المعادلة الأولى A11X زائد A12Y زائد A13Z يساوي D1 المعادلة الثانية A21X زائد A22Y زائد A23Z يساوي D2 المعادلة الثالثة A31X زائد A32Y زائد A33Z يساوي D3 إذن المصفوفة A كابتل عناصرها في العمود الأول هي A11 A21 A31 وعناصرها في العمود الثاني A12 A22 A32 وعناصرها في العمود الثالث هي A13 A23 A33 ونرمز لها بدلتا وهو محدد المصفوفة عوام المتغيرات إذا كان محدد مصفوفة عوام المتغيرات لا تساوي الصفر إذن بإمكاننا إيجاد حل لهذه المنظومة ويكون الحل كالتالي قيمة X تساوي دلتا X على دلتا على محدد مصفوفة عوام المتغيرات و Y يساوي دلتا Y على دلتا و Z يساوي دلتا Z على دلتا دلتا X هو محدد المصفوفة الناتجة عن استبدال العمود الأول من المصفوفة A بي عناصر المصفوفة B فتكون محدد المصفوفة التي عناصرها في العمود الأول D1 D2 D3 والعمود الثاني والثالث هما نفسهما العمود الثاني والثالث في المصفوفة A مصفوفة العوام المتغيرات دلتا Y تكون هي نفسها مصفوفة A مصفوفة عوام المتغيرات ولكن نستبدل العمود الثاني بي المصفوفة B بي ثوابت المعادلات في الطرف الأيمن فتصبح دلتا Y عناصرها في العمود الأول A11 A21 A31 وعناصرها في العمود الثاني D1 D2 D3 وعناصرها في العمود الثالث A13 A23 A33 دلتا Z يساوي محدد المصفوفة وهي نفس المصفوفة A ولكن باستبدال العمود الثالث B المصفوفة B فتصبح دلتا Z يساوي محدد المصفوفة التي عناصرها في العمود الأول A11 A21 A31 وعناصرها في العمود الثاني A12 A22 A32 وعناصرها في العمود الثالث D1 D2 D3 مثال استخدم قاعدة كرامر لحل منظومة المعادلات التالية المعادلة الأولى 2X زائد Y زائد Z يساوي ثلاثة المعادلة الثانية X ناقص Y ناقص Z يساوي صفر المعادلة الثالثة X زائد 2Y زائد Z يساوي صفر أولا نجد محدد عوامل المعادلات فدلتا يساوي هو محدد المصفوفة A صفوفة عوامل المتغيرات في المعادلات فيكون العمود الأول هو عوامل متغير X في جميع المعادلات فيكون 2-1-1 العمود الثاني هو عوامل متغير Y في جميع المعادلات فيصبح العمود الثاني 1-1-2 العمود الثالث هو عوامل متغير Z في جميع المعادلات فيصبح العمود الثالث 1-1-1 باستخدام قاعدة محدد المصفوفة من رتبة 3 في 3 نجد أن محدد المصفوفة A يساوي 2 ضرب محدد المصفوفة الناتجة عن حذف الصف الأول العمود الأول ناقص 1 ضرب في محدد المصفوفة الناتجة عن حذف الصف الأول العمود الثاني زائد 1 في محدد المصفوفة الناتجة عن حذف الصف الأول العمود الثالث فيكون كما هو موضح في الشكل أن محدد المصفوفة A يساوي 3 بما أن محدد المصفوفة A لا يساوي الصف نستخدم قاعدة كريمر فيكون دلتا X هو محدد المصفوفة A نفسها ولكن باستبدال العمود الأول بثوابت في الطرف الأيمن من جميع المعادلات فيصبح هو محدد المصفوفة المكونة عناصرها في العمود الأول 3 صفر صفر العمود الثاني هو عوامل المتغير Y في جميع المعادلات 1 سالب 1 2 والعمود الثالث هو عوامل المتغير Z في جميع المعادلة وعناصره 1 سالب 1 1 ويساوي 3 دلتا Y هو محدد المصفوفة ناتجة عن تغيير العمود الثاني في المصفوفة A بثوابت المعادلات في المنظومة وهذه الثوابت موجودة في الطرف الأيمن من كل المعادلة فتصبح دلتا Y يساوي العمود الأول هو عوامل متغير X في جميع المعادلات 2 1 1 العمود الثاني هو الثوابت في الطرف الأيمن من جميع المعادلات وعناصره ثلاثة صفر صفر العمود الثالث هو عوامل متغير زد في جميع المعادلات وعناصر العمود واحد سالب واحد واحد المحدد يساوي سالب ستة دلتا زد يساوي محدد المصفوفة الناتجة عن استبدال العمود الثالث في المصفوفة A بالثوابت في جميع المعادلات في الطرف الأيمن فتصبح دلتا زد هو محدد المصفوفة التي عناصرها العمود الأول ثنين واحد واحد العمود الثاني واحد سالب واحد اثنين العمود الثالث ثلاثة صفر صفر ودلتا زد يساوي تسعة إذن باستخدام قاعدة كريمر يكون قيمة X يساوي دلتا X على دلتا فدلتا X على محدد المصفوفة A فيساوي ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد وقيمة المتغير Y يساوي دلتا Y على دلتا ويساوي سالب ستة على ثلاثة ويساوي سالب اثنين والمتغير Z يساوي دلتا Z على دلتا ويساوي تسعة على ثلاثة ويساوي ثلاثة ترجمة نانسي قنقر